بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم نرحب جميع الطلاب والطالبات في الصف الثاني ثنوي ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد ومعنا في هذا اليوم تطبيقات تجويد على أحكام النونساك والتنوين فأول قبل أن نبدأ بأحكام نأخذ أحكام النونساك عموما الإظهار ومعنى الإقلاب والإدغام والإخفاء هذه أحكام النونساك والتنوين نعيدها مرة أخرى الإظهار وما يسمى الإظهار الحلقي والثاني الإدغام بغنة وإدغام بغير غنة بنوعيه ثالثا الإقلاب وكذلك الإخفاء هو ما يسمى بالإخفاء الحقيقي ما يسمى بالإخفاء الحقيقي وهنا نتعمل النون في المثالين الآتيين في قوله أنهار وكلمة جنى نلاحظ في أن الأولى من يعرف أن الأولى ساكنة وأما الثانية تلاحظوا معي الثانية مفتوحة نكتبها الأولى ساكنة والثانية مفتوحة إذن الأولى هي التي سنتعلمها وأما الثانية فلا أحكام لها هنا الأولى التي هي التي سنتعلمها والثانية فلا أحكام لها هنا وهنا تعريفنا النون الساكنة النون الساكنة هي النون لا حركة لها نون الساكنة هي نون لا حركة لها وأما التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا كما سيتمعنا إن شاء الله في أمثلة توضيح أكثر لهذه النون الساكنة والتنوين هنا أمثلة على النون الساكنة والتنوين المثال الأول في قوله منهم منهم المثال الثاني أنعمت أنعمت الدنيا تلاحظوا معي هنا النون هنا معالمتها ساكنة منهم هنا منهم الثانية كذاك ساكنة أنعمت أنعمت الثالثة الدنيا أنه هنا تلاحظوا معي هنا ساكنة فهنا التوضيح يقول نلاحظ في هذه الأمثلة أن النون ساكنة لماذا؟ ما هي السبب؟ ما هي العلة؟ لأنها غير محركة بفتح أو ضم أو كسر نلاحظ في هذه الأمثلة أن نساكنة أن نساكنة والثانية ما هي العلة؟ لأنها غير محركة بفتح أو ضم أو كسر هذا ما يتعلق بأن نون الساكنة نأتي إلى التنوين في قوله غفور 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 تلاحظ معي الكلمة الأولى منودة بالضم غفور غفور الثانية غفور غفور تلاحظ غفور منودة تنوين وأما الثالثة مكسورة غفور غفور فنلاحظ في هذه الأمثلة ينطق التنوين نونا ساكنة نونا ساكنة ولذلك يعطى حكمها في هذه الأمثلة غفور غفورا غفور ينطق التنوين نونا ساكنة ولذلك يعطى حكمها هذا ما يتعلق بأمثلة على أننا الساكنة والتنوين هنا علامات التنوين علامات التنوين تلاحظون معي هنا لأن تنوي ثلاث علامات في المصحف الشريف تجد الأولى الضمتان الضمتان هنا الضمتان ثانية الفتحتان هنا فتحتان هنا الكسرتان هذه موجودة في المصحف عندما تقرؤون كتاب الله عز وجل هذا ما يتعلق بعلامات التنوين علامات التنوين هنا هنا بين النون الساكنة والتنوين فروق هنا الفرق بين النون الساكنة والتنوين من الفروق أن النون الساكنة تكون وسط الكلمة أن النون الساكنة تكون وسط الكلمة مثل ما أخذنا في منهم وآخرها وتكون كذلك في آخرها وأما التنوين فلا يكون إلا آخرها مثل عليما أن النون الساكنة تكون في الأسماء والأفعال وكذلك والحروف نعيد أن النون الساكنة تكون في الأسماء والأفعال والحروف هم يتعلق بالنون الساكنة نون الساكنة وأما التنوين فلا يكون إلا في الأسماء فلا يكون إلا في الأسماء هذا الفرق بين النون الساكنة والتنوين وهو الفرق الثاني نأتي إلى الفرق الثالث أن النساكنة تثبت وصلا وقفا تلاحظوا ما أن النساكنة تثبت وصلا وقفا وأما التنوين فلا يكون إلا في الوصل مثلا تقرأ حكيما تقول حكيما إن الله فهنا ثبت التنوين عندما وصلت الآية فيما بعدها فرق الرابع هنا أن النساكنة تثبت فأي شيء في الخط واللفظ في الخط عندما تكتبه وكذلك في اللفظ وأما التنوين فلا يكون إلا في اللفظ وأما التنوين فلا يكون إلا في اللفظ هذه فرق بين النساكنة والتنوين نأتي هنا تطبيق عملي على النون الساكنة والتنوين نقرأ الآيات أولا نستمع الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم لأنقرنا الآيات المطلوب منا نستخرج من الآيات نستخرج من الآيات ما فيها من نون ساكنة أو تنوين هنا نون ساكنة في قوله كما هو نستخدم عندك كأن في قوله كأن تلاحظ هنا نون ساكنة وليس لها حرق وليس عليه حركة كأن كأن هنا تنوين ضم في قوله من يعرف ويل كلمة ويل تلاحظون معي هنا التنوين هنا بالضم ويل نأتي إلى تنوين الفتح من يستخرج تنوين الفتح في قوله شيئا شيئا واخذنا هنا إذا وصلتها يتضح أن هناك تنوين شيئا اتخذها لكن وقفت عليها تقول شيئا شيئا هنا تنوين بالفتح تنوين بالفتح نأتي تنوين كسر تنوين كسر في قوله في قوله سبحانه أثيم تلاحظون معي هنا تنوين بالكسر أثيم أثيم لو وصلتها أثيم يسمح هنا لو وقفت عليها أثيم أثيم نستخرج كذلك ننساكن أخرى في قوله من يعرف في قوله وإذا علم من ننساكن من من وأيضا تنوين الضم في قوله عذاب كلمة عذاب عذاب لو وقفت عليها تقول عذاب وقفت عليها عذاب وصلتها تقول عذاب عذاب مهين وأيضا في تنوين فتح في قوله مستكبرا هنا لو وقفت عليها مستكبرا ما يتضح التنوين لكن لو وصلتها تقول مستكبرا مستكبرا كأن لم يسمع اتضحنا هنا التنوين وأيضا تنوين كسر في قوله بعذاب لو قفت عليها تقول بعذاب لو وصلناها نقول بعذاب أليم وهكذا هذا ما يتعلق ب أمثلة على النون ساكنة والتنون ساكنة وكذلك التنوين بالضم أو بالكسر أو بالفتح والآن ونتعرف على أحكام النون ساكنة والتنوين على الأحكام الأقلاب وكذلك الإدغام والإخفاء في هذه الشريحة يقول هنا التطبيق الميز بين الكلمة التي فيها نون ساكنة والكلمة التي فيها تنوين في الأمثلة الآتية قال تعالى رحيق مختوم لو سألناكم ما نعهد الحكم هنا رحيق مختوم من يعرف نقول تنوين أتى بعد الميم والميم من حروف الإدغام بغنة نقول إدغام إدغام بغنة هنا إدغام بغنة رحيق مختوم وكذلك وكذلك تلاحظون هنا مختوم هنا تنوي كذلك مختوم لو وصلها القارئ نأتي المثال الآخر من ربهم من ربهم لو سألناكم من أعوذ الحكم من أعوذ الحكم تفضل أحسنتم هنا نقول نون ساكنة أتى بعد الراء والراء من حروف أي إدغام إدغام بغنة إدغام بغنة من ربهم من ربهم نكتب هنا إدغام بغنة إدغام بغنة نأتي إلى المثال الآخر في قوله عيدا يشرب بها المقربون لو سألناكم أين الحكم في هذا المثال أين الحكم أحسنتم هنا عينا يشرب عينا يشرب طيب ما نعود الحكم نقول إدغام أي إدغام تنوين أتى بعد اللياء ولياء من حروف الإدغام بغنة ولو بغير غنة إدغام بغنة إدغام بغنة إدغام إدغام بغنة نأتي إلى المثال الآخر في قوله من ذا الذي من ذا الذي من يستخرجان هذا الحكم في قوله من ذا الذي نقول الإخفاء حقيقي نقول نون ساكنة أتى بعد الذال والذال من حروف الإخفاء الحقيقي هنا إخفاء حقيقي إخفاء حقيقي طيب إخفاء حقيقي لو سألناكم كم حروف الإخفاء الحقيقي نقول حروف خمسة عشر حرفا مجمعا في قوله صف ذاتنا كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زيد في تقنطع ضالبا أوائل هالكلمات تجدون حروف الإخفاء الحقيقي في قوله سبحانه قال تعالى كتاب مرقوم كتاب مرقوم من يستخرجان الحكم من يعرف تفضل أحسنتم هنا إدغام بغنة ونتنوين أتى بعد الميم ولي من حروف الإدغام بغنة طيب ما ما هي حروف الإدغام بغنة مجمعا في قوله ينمو إدغام بغنة أما إدغام بغنة في اللام الراء وكذلك مجمعا بإدغام بغنة بغير غنة في قوله في كلمة يرملون يرملون هنا نقول إدغام إدغام بغنة إدغام بغنة كتاب مرقوم نأتي المثال الآخر في قوله سبحانه وتعالى قال تعالى والذين يتوفون منكم من يستخرجان الحكم من يعرف تضل أحسنتم في قوله منكم هذا ما نوع هذا الحكم من يعرف إخفاء نقول إخفاء حقيقي وحرف الإخفاء الحقيقي مر معنا قبل قليل أو كم حروف خمسة عشر خمسة عشر حرفا نقول من ساكنه أتى بعد الكاف والكاف من حروف أي حروف الإخفاء الحقيقي نقول إخفاء حقيقي إخفاء حقيقي بقي معنا حكم لم نأتي عليه بمثال من يعرف نقول الإقلاب لو أتينا بمثال على هذا الحكم مثل قوله من بعدهم نقول من بعدهم نكتب من بعدهم من بعدهم تلاحظوا في المصحف ميم هنا واقف ميم يذل على أن هناك حكم ألا وهو الإقلاب أو القلب طيب عندنا إقلاب أو قلب هل بيده معني نقول الإقلاب تسمية المتأخري والقلب تسمية المتقدمي كما سمع من الجزر رحمه الله في قولي في منظومة والقلب إلى آخر الأبيات أما الإقلاب تسمية المتأخرين ولا مشاحة في الإصطلاح ولا مشاحة في الإصطلاح من بعدهم طيب هذا نقول هذا الإقلاب نأتي إلى السؤال الذي يليه يقول ما أحكى من ننساك من التنوين مرة معنا في بداية الدرس أحكى من ننساك من التنوين من يعرف نقول أول حكم نقول إدغام وإدغام بنوعيه يدغام بغنه والحكم الثاني من يعرف الإخفاء الإخفاء ويسمى الإخفاء الحقيقي كذلك الإظهار الإظهار إظهار حلقي ولم نأتي هنا مثال إظهار الحلقي في قوله عذاب أليم عذاب نكتب هنا عذاب عذاب أليم هنا 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 إظهار حلقي نقول تنوين أتى بعد الهمزة والهمزة من حروف الإظهار الحلقي إظهار الحلقي عذاب أليم فنقول إظهار الحلقي الحكم الرابع الإقلاب هذه أحكام النساكنة والتنوين وهكذا انتهينا من درسنا في أحكام النساكنة والتنوين ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته